وتجسيداً لخارطة الطريق المسطرة من قبل المديرية المصالح الفلاحية قامت بولاية عنابة المصالح الفلاحية والتنمية رفية الخاصة بتشجيع زراعات الاستراتيجية والمحصيل الزيتية على غرار سلجم الزيتي أعطيت إشارة انطلاق رسمي لزراعة سلجم الزيتي من قبل المصالح الفلاحية لولاية عنابة والذي يشرف على تأطيره المعهد التقني للزراعات الواسعة لولاية جانمة وذلك من المزرعة النموذجية بولدية وادة العنب بولاية عنابة والتغطية كانت لعبد الناصر قلال كنا وجدين باش ننطلقوا في هذه العملية وحضرنا طربة وكافحنا من إجل الحصول على البودور وتحصلنا وتحصلنا على البودور واليوم قمنا بزراعة هذه البودور تعستلجم الزيتي هذه المادة الاستراتيجية مبادرة جدا طيب احنا نعاول عليهم لأن سياسة الدولة راهي واضحة جدا في هذا الإطار تقليص فاتورة الاستيراد وكذلك الدفع بزراعة في المنطقة احنا تعرفوا احنا المنطقة ذراعريش ومنطقة بلدية وادة العنب منطقة فلاحية بامتياز واحنا هنا كلنا كسلطة محلية وكمصالح الفلاحة من أجل مرافقة هذه الفلاحين نعاول الفلاحين على باش يديرونا هذه المنتوج الحمد لله كان اقبال من طرف الفلاحين توعنا مامسي سيتيه النوفو بروجي دونك رفعوا التحدي باش ينقرطوا في هذا الإطار احنا كمعهد مادامنا نشرفوا على المتابعة التقنية رأنا لهنا مع الفلاحين نعطوهم كفاه التقنيات الزراعية نعطوهم المسار التقني للزراعة هذه بهم بعد يكون ناجح إن شاء الله اشتركوا في القناة